بسم الله الرحمن الرحيم العفو الكريم الذي هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية وصلاة وسلام على سيدنا ومولانا رسول الله الذي نور الله به هذا الوجود فأخرجه من ظلمات الجهالة إلى أنوار الحق اللهم صلي يا ربنا وتكرم وتحنن على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فإن قولا ورد على لسان سيدنا علي كرم الله وجهه نسبه الناس خطأا إلى رسول الله قال سيدنا علي الناس نيام فإذا ما تنتبهوا هذا ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول دعوة إلى اليقظة وإلى أن يحاول الإنسان استخدام وقته في مرضات ربه وأن لا يرتكن إلى التواكل وإلى الخنوع وإلى عدم العمل والسعي الناس نيام أي في حياتهم لا يتطلعون إلى لقاء ربهم ولا يخشون لقاءه ولا يخافون يوم الحساب فإذا ما لقوا ربهم انتبهوا إلى ما عند الله من جزاء الإنسان بطبيعته في هذه الدنيا رهن مشاغله فإن كان قد شغل بمرضات الله فوقته كله لله لماذا؟ لأنه سيسأل يوم القيامة كما ثبت في الصحيح لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما انتفع فيه المرء سيحاسب فالناس نيام نيام في دنياهم لا تحرك نوازعهم أمور تشغلهم بدينهم إنما ينامون عن ذلك وخير الناس من استعد للقاء رب الناس من كان في أهبة يتأهب دائما ليفر إلى لقاء ربه من كان دائما يضع أمام ناظريه لحظة يفارق فيها الدنيا ويودع بعد أن كان يودع ولا ينفعه لحظتها لا مال ولا جاه ولا ولد بل إنه لحظتها يتحرك تاركا كل ذلك بما قدم من خير أو قدم من شر فإن كان قد عمل الصالحات ينتبه لحظتها على ما أعده الله له من النعيم المقيم ومن الخير الذي لا يذهب إن كان قد وضع في مدخرات أعماله أعمالا صالحة سيجد العطاء عند ربه وإن كان غير ذلك فإن القبر حفرة تناديه لحظتها وتقول له يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولن ينفعك إلا الله والله حي لا يموت لحظتها ينتبه على من يسأله من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل إليكم لحظتها إما أن يطلق اللسان بخير كلام وخير حديث وإما أن يقيد إما أن يكون هذا القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ينتبه لحظتها الإنسان على ما أعده له ربه هذا القول الناس نيام فإذا ما تنتبه ليس من قول النبي فماذا نقول إذا أردنا أن نتحدث عن نفس المعنى بما ورد في الصحيح من غير أن تقول هذا الكلام الذي قاله الإمام علي وتنسبه كذبا على رسول الله قل أورد الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار ما أحرانا أن نستخدم هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث صحيح جاء في الصحيحين وهو متفق عليه بدل أن نردد قولا قاله سيدنا علي ننسبه إلى سيدنا ومولانا رسول الله كذبا المرء إذا مات كما يقول حبيبنا فيما جاء في الصحيحين يُعرض عليه مقعده يرى منزلته ومكانته ومكانته يرى ما قدم وما فعل فهو الذي فعله في دنياه ادخره في بنك ربه الذي لا ينفذ عطاؤه ولا يزهب خيره إنما يدخره المر يجده عند ربه كاملا شاملا هذا هو عملك يا ابن آدم هذا ما قدمت يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل هذا القبر يعذب فيه المر ولله أشكو إلى الذين من الذين يقولون إن القبر لا يوجد عذاب فيه لقد ثبت فيما جاء في كتاب الله أن القبر فيه عذاب النار يعرضون عليها غذوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على وجود عذاب القبر من القرآن النار يعرضون عليها غذوا وعشية أي في قبورهم ويوم القيامة هذا عذاب آخر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال المفسرون جميعهم بغير استثناء إن هذه الآية الكريمة إثبات ودلالة على وجود عذاب في القبر وأيد هذه الآية حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح حينما مر على قبر فقال بعد أن أشار إليه إنهما يعذباني وما يعذبان في كبيرة أي يقصد صاحبي هذا القبر إنهما يعذباني وما يعذبان في كبيرة أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة أثبت سيدنا ومولانا رسول الله هنا أن عذاب القبر أمر لا يقبل جدالا ولا كلاما ولا يقبل أن يتطاول الناس عليه قائلين إنه لا يعذب المرء إلا يوم القيامة فأين نحن من أقوال سيدنا إما أن يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ولقد أخرج الإمام النسائي في سننه عن أبي رافع رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فمررنا على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أف الله أف لك أف لك قال أبو رافع فظننت أنه يقصدني قلت ماذا فعلت يا رسول الله قال أنا لا أقصدك إنما أقصد صاحب هذا القبر أف له لقد استودعته بيت مال المسلمين فاختلس درعا منه فهو الآن يعذب به هذه الأحاديث الصحيحة والآية القرآنية التي أسلفنا ذكرها تؤيد أن القبر فيه عذاب وعلى هذا يرى الإنسان مقعدة أي يرى منزلته ومكانته عند ربه بما قدم فإن كان قد قدم الصالحات فإن الجزاء من جنس العمل وإن كان قدم غير ذلك فإننا نسأل الله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله فلو حاسبنا الله ما دخل واحد من الجنة ودخول الجنة محض فضل من الله لن تدخل الجنة بأعمالكم كما جاء في الصحيح يقول حبيبنا المصطفى لن تدخل الجنة بأعمالكم قيل حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا لو لم تتداركني رحمة ربي إذن الجنة تدخل بفضل الله أما الترقي فيها من جنة عدن جنة المأوى جنة الفردوس الترقي في درجات الجنة في عدد الغرف في عدد القصور في عدد ما أعد الله فيها من النعيم ذلك بفضل أعمالنا لكن الدخول محض فضل إن شاء الله أدخلنا وإن شاء لا يدخلنا إنما نحن نسأله سبحانه أن يكون فضله علينا غامرا وعاما والجنة أعدها الله لمن؟ للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقد خلقها الله هي موجودة الآن أعدها وخلقها ورآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج فهي مخلوقة الآن عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أي أن الجنة موجودة الآن غرفها بناها الله لبنة من فضة ولبنة من ذهب وميلاتها أي الذي يلصق اللبنات من المسك وحصباؤها من اللؤلؤ وأنهارها تنزل من الفردوس الأعلى إليها وهناك من الأنهار أنهار تخرج من تحت القصور تنبع من تحت القصور وأنهار تصب في القصور هذا وبالله التوفيق وإلى لقاء قادم إذا ما ضمنا لقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته